مرحبا برج الدلو اهلا فيكم في القراءة العاطفية القراءة هاي المرة رح تنطبق على ان شاء الله الشمسي الطالع والقمري واسويها باسلوب المرايا انت على هاي الجانب برج الدلو الحبيبة والشريك على الجانب المقابل ولكن اذا حسيت ان الجانب المقابل ينطبق عليك اكثر فاعكس الطاقة بما يناسب علاقتك مع الشريك رح ابتدي بطاقتك الطاقة العامة اول شيء وبعدين الطاقة المتفرعة منها منشوف طاقة شريكك او الحبيب وشلون رح تتفعل وترد على طاقتك طاقة العامة للشريك والطاقة المتفرعة طاقتك يا برج الدلو اوكي الاميرة اللعوبة الغصن الصغير او برج الدلو برج الدلو انت رجعت الى ميزة انا اشوفها من ميزات برج الدلو ميزة انه ما تكون تخاف من الحياة ما عندك مخطط واضح اذا اذا مشى تكون سعيد اذا ما مشى مثلا تحس بالاكتئاب بالعكس انت حب ان تضع مختلف الاقنعة ومع الشريك مع الشريك انت اشوف انه هذه من الامور اللي اللي تخليه متمسك فيك ان انت الامور ابدا ما تكون معاك مملة بما انه عندك الطاقة اللعوبة طاقة التغيير السريع يوم اكون جادة يوم اكون مهنية يوم اكون عصبية طاقة مختلفة تضع جميع الاقنعة تلبس كل الشخصيات وتستمدع فيها ايضا وهذا اللي مخلي شريكك متمسك فيك ولو انها هاي اشوف ان الطاقة هني جدا للتعب ساعات اوقات يحس انه مش قادر يفهم برج الدلو لان برج الدلو قاعد يلبس الكثير من الارضية المختلفة اوقات يشوفها محترف ويعتمد عليه اوقات يشوفه الشخص المغامر فمو قادر انه يضع يده عليك ويقول خلاص انا عرفت حقيقة برج الدلو ولكن فترة جدا جدا رح تكون مليئة بالمغامرات والمتعة في حياتك العطفية بشكل عام اخلا نشوف شلون طاقة شريكك ترد عليك الساحر كرت الساحر هو كرت برج الدلو يحاول ان يضعك تحت المجهر شريكك ويفهمك باستخدام طاقتك الخاصة شنو هي طاقتك الخاصة يا برج الدلو طاقت اني اذا شفت في شي صعب مقادرة تعامل معاه احقق المستحيل ولكن قبل ما احقق المستحيل استمتع استمتع فيه شفت مثلا بعتك مثال شفت في انواع من القطط قبل ان تأكل اكلها او قبل ان تهجم على فريستها تلعب في الاكل تستمتع في الاكل قبل ما تاكله عشان تشدي شريكك قاعد يحاول ياخذ طاقتك الخاصة يضعك تحت المجهر ويحللك عشان يعرف يتعامل معاك هذا الشخص يبي يصل الى عقلك وهو الطريق الى قلب ترابور جدا يبي يصل الى عقلك عشان يكتشف من انت عشان يكتشف مفاتيحك اللي تشغلك ويقدر يتعامل معاك او يقدر يتفاهم معاك لانك انما انت يا برج الدلوهني وايد متعب شريكك ولكن الطريقة مرحة طريقة ان انت كل يوم تتعلم لغة جديدة وتتكلمها معاه وهو شريكك ما يملك هاي القدرة فقاعد يحاول ان يكتسبها يحاول انه يجاريك خلا نشوف الطاقات المتفرعة من هاي الطاقة الغريبة العجيبة عندنا عجلة الحظ انت هناك انما تقول لشريكك شلون تبيني اثبت على اسلوب معين والعالم دائما في تغيير انظر حولك انظر حولك حبيبي العالم دائما لا يثبت يمكن انتوا اتفقتوا على موضوع معين تدخلون في شراكة بيزنس معين ولكن انت دائما تغير اسلوبك تغير حتى طريقة تعاملك مع الاتفاق اللي بينك وبين شريكك وهو يطلب منك الثبات او على الاقل ان تتفق معاه على شي قبل ما تنفذه انت هنا تقول لا انا املك السلطة ما يحتاج اني احصل حتى على موافقتك عشان اغير لانا ما عندي الوقت ما نملك الوقت احنا هنا العالم شديد التغير بحيث اني ما اقدر انتظرك ممكن انك بسرعة بتعت عن هذا الشخص ما اقدر انتظرك وما اقدر ارجع لك قبل ما اقرر اني مثلا ما رح ادخل في المشروع الفلاني او رح ادخل في مشروع جديد رح اغير عملي رح اتحب عليك رح ابتعد او اقترب منك ما يصير ما يصير ما اقدر اخذ موافقتك يا شريكي العزيز لان العالم ابدا فيه تغير وتغير سريع والوقت يداهمنا انت قاعد تقول لشريكك انا لا املك الوقت الكافي عشان احصل على موافقتك انا نشوف شريكك شلون يرد عليك الرجل المعلق اوكي يقول لك اوكي سوي اللي بتسوي انا سابقى في انتظارك سابقى معلقا او رح اعلق الموضوع لا ستوقع اني رح مثلا انساك من قلت لك هذا الشخص يبي يجاريك ولكن اسرع طاقة في التارو هي طاقة الهواء اسرع من النار اسرع من المياه اسرع من الطاقة البطيئة ابطأ وحده هي طاقة الارض حتى طاقة النار لو قالوا الناس انها تشتعل بسرعة النار ما يشتعل الا بوجود الاكسجين وهي طاقة الهواء اسرع طاقة انت قاعد تمشي في طاقتك طاقت برج الدلو شريكك ما يقدر يجاريك حاول اشوف هنا انها حاول كانت لها محاولات سابقة بائد بالفشل فخطة الجديدة عندها استراتيجية جديدة كأنما هنا شفت الام اللي عندها طفل شديد الحركة تحاول انه دائما تسيطر عليه ما تقدر فتستسلم فتقول رح ابقى واضل في مكاني وانت خذ حريتك سوي الامور انا اثق فيك وهذا ليس انفصال وهذا ليس انتهاء هذا مجرد وقت مستقطع خذ الوقت اللي تحتاجه يا برج الدلو عشان تقوم بالتغييرات اللي تحسنها مهمة بالنسبالك وانا سابقى في الانتظار ما رح انساك وما رح اتخلى عنك ورح انتظر دائما اتكلم عن الساحر انه هو شخص يستغل الفرص شركك رح يستغل الفرصة المناسبة عشان يستيقظ من سباته ويدخل اوكي يدخل دخول قوي في الوقت المناسب خلا نشوف عندك ملك الارض احتمال انك تتعامل مع شخص برجة ترابي جدي عندنا الجدي فوق سوري جدي عذراء ثور على الاغلب جدي ولكن ممكن يكون اي برج ثاني عندنا هني بعد طاقة النار رح اقولك شى اللي يصير بينك وبين شريكك متعاكسين انت في الطاقة دائما شريكك قبل كان هو الشخص اللي يعتمد عليه اللي احتمال يملك الكثير من الاموال وهذه طاقة الابراج الترابية او دائما يعني شخص رأي مشاريع او يطبق المشاريع بطريقة جدا ناجحة انسان ناجح انسان ناجح صاحب منصب اشوف هنا برج الدل وقال انا ابي ااخذ او ابي اكون شخص قوي من اجل نفسي انا ابي احققها ناجح من اجل نفسي انا راح اقلط طاقة الارض اللي موجودة عند شريكي حتى لو ما كان من الابراج الترابية عند طاقة ارض عند طاقة تخرج بنجاح عند وظيفة ثابتة يعتمد عليه ام كريم في العطاء مع الاخرين عشان شريفة ناس وهو اخذ طاقة الهواء تبادلته في الطاقات تبادلته ايضا في الادوار انزين ولو انه هنا قتلك عندك طاقة المغامرة او طاقة تغيير الرداء والشخصيات صح هذا اللي قتلك اياه الرداء اللي انت راح تاخذه هو رداء الارض خلاص يمكن انك قررت هاي الفترة انه ما تضل وايد في الهواء وترجع وتكون انت الشخص اللي ثابت اكثر في العلاقة اللي يعتمد عليه اكثر اللي تنظر الى الاموال اكثر هني كأنما اشوفك يا برج الدلو تنظر الى ما بعد المشروع او ما بعد الوظيفة وتبي انك توفر الاموال عندك شي معين في بالك هذا الشي المعين اللي في بالك شريكك يحاول ان يكتشفه خمس الخماسيات شريكك اخوة اللي قاعد يعيش او يصرف امواله بطريقة عشوائية انت اللي صايره هني توفر ويمكن قبل كان العكس ترى بالضبط هني صاير اهوة يصرف بدون ما يحاسب عشان شديك انا ما احس برج الدلو شوية بعد او اخذت قتلك وقت مستقطع عن هذا الشخص مو بس حتى صرفه والاموال حتى طريقة تصرفاته انت تعامل مع شخص احتمال انه برج الدرابي ما يفكر قبل ما يتصرف يتصرف ويخطأ وبعدين يكتشف انه هو اخطأ في حقك لما يكتشف انه اخطأ في حقك يكون خلاص الفاس طاح في الراس وصار فيه نتيجة لازم نتعامل وياها خلاص اخطأ في حقك مرة اخرى ومرة اخرى ومرة اخرى ما يفكر قبل ما يتصرف ما يحسب حسابك قبل ما يتصرف في حياتك بشكل عام وهذا كان اساس او سبب النقلة النوعية اللي انت مقبل عليها يا برج الدلو نقلة اللي اذا انت ما راح تحاسب عشاني اوكي هذا برج الدلو اذا انت ما راح تحاسب عشاني وما راح تحسب تصرفاتك انا راح اعتني بنفسي بدون ما احتاجك فكأنما عطيت هذا الشخص قلتلك مثل طاقة الام تعطي هذا الشخص وقت مستقطع مثل العقاب اللي انت تكون فيه مو متواجد بشكل قوي كالسابق في حياته بالعكس متنقل عشان تعطيه وقت يستخدمه في الرفلكشن في اعادة التفكير في نتائج افعاله طاقة تأديب ولكن حتى التأديب الهوائي مختلف مو الطاقة راح اظل معاك واتكلم في الموضوع لحد ما تكتشف اخطائك لا طاقة اللي راح انسحب وانت تفكر في نتائج افعالك وراجعها في وقتك الخاص ملك الاكواب عقرب حود سرطان يقابلها الغصن الاول من بعد طول انتظار من بعد صبر طويل وجود ملك الاكواب عندك يا برج الدل ومعناته انه راح راح تضطر انك تطول بالك على هذا الشخص وايد وايد مو شوي كثيرا من الصبر والتفهم واحسان النية تحسن النية فيه وان كانت اخطاء كثيرة ومتكررة راح تضطر تاخذ معاه طاقة احسان النية والتقبل لها محدود لحد ما يكتشف لحد ما هنا معلق نفسي بيكتشف شي بيطيح على اساس مشكلة شي ورح يطيح عليها رح يكتشف اساس المشكلة مع نفسه او داخل نفس شريكك رح يكتشف الطريقة الصحيحة في التعامل معك مؤهني اهو يحاول يكتشفك انت وهذا تصرف خاطئ لازم يحاول يكتشف ليش انت ما تعجبك تصرفاته او شلون حتى ممكن يحسن من تصرفاته عشان يكسبك وجود العصى هذي دائما اقول هي ترى عصى الساحر هذا الساحر اللي عندك او شريكك ينقص العصى ينقص الفهم الكامل الى شلون لازم تتعامل مع برج الدلو ورح يستطيع اشوفه بالمستقبل رح يستطيع انه يمسك العصى من المنتصف يوجد لنفسه او لك توازن افضل في العلاقة مغامرة جميلة وتغيير يعني جميل خلنشوف شلون رح تصير او الى ماذا رح تتطور العلاقة بحلول نهاية الشهر اوكي هذا الكرت سقط لك يعني كرتك انت يا برج الدلو نشوف الشريك برج الدلو برج الدلو متفهمة ولكن ما في احد اشطر من برج الدلو وهذا اللي رح يدركه بخصوصك شريكك ما في احد مثله لما يأتي الموضوع الى انه يترك يترك ويرحل مهما استثمر معاك برج الدلو مهما استثمر معاك هو من الابراج اللي في النهاية لما يحس ان حان الوقت لبداية جديدة وحتى الكارس البداية الجديدة بعيدة عن الشريك رح تقبل عليها لما يشوفك الشريك راحل او مبتعد ولكن جدا مو لعبا ومو توهما انك مبتعد لا فعلا رح تترك كل شي بيدك وتنسحب تقفز من اعلى التلة تذهب مبتعدا عنها هنا انت راح تلهمه عشان يتصرف التصرف الصحيح البداية القوية اللي محتاجها اللي لطالما اللي لطالما كان يفتقد الحافظ انه يعطيك اياها اللي بعده العالم العالم مقابل الكارت رقم صفر الحالم العالم السفر او ختام مرحلة معينة بنجاح شركك راح يتعلم الدرس حتى لو انت كنت مثلا فقدت الايمان فيه راح يتعلم الدرس في النهاية حتى لو مبرضة مجبور لانه انت راح ترحل او فيهني خوف من ان يفقدك راح يتعلم الدرس ويأخذ العلاقة الى مكانها الصحيح عزيزي برجدالو هذه كانت قراءتك الخاصة بشهر يونيو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة